السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس اليوم سيكون على Future Perfect المستقبل التام سنرى الاستعمال سنرى أمثلة وقواعد سنرى واحد تمرين باش نطبقهم القواعد اللي سنرى نبدأ بالاستعمال The Future Perfect tense زمن المستقبل التام is used to describe an action كي تستعمل او لك نستعملوه باش نوصف واحد الحادث that will have been completed لغادي يكون سالة before another action in the future لغادي يكون سالة قبل من واحد الحادث اخر في المستقبل or before a specific time in the future او لقبل من واحد الوقت او لواحد زمن محدد في المستقبل نشوفوا الان تلا المثال الاول الجملة الاول عندي john will have baked a cake before his friends arrive اول حاجة عندي في هاد الجملة كنلاحظها ان الزمان اللي فيها هو المستقبل هاد الجملة كلها كي يقين في المستقبل ما زال ما طرت ما زال ما طرت وما زال ما قطرت غادي الطرام في المستقبل ثاني حاجة كنشوفها ولا ثاني ملاحظة عندي هي ان هاد الجملة كتحتوي على جوج ديال الاحدث كين عندي واحد الحادث اول واحد الحادث ثاني واحد الحادث طراء قبل من واحد الحادث اخر john will have baked a cake john غادي يكون طيب واحد الكيكة او لاخبز المهم طيب واحد الكيكة هدا هو الحادث الاول before his friends arrive قبل ما يجي وصحابه الحادث الثاني هو هدا الحادث الاول هو يطيب لكيكة الحادث الثاني هو صحابه يوصله اذا فين هو الحادث اللي سبقه واش تغادي يجي والاصدقاء جيال جون عاد هو غادي يبضي طيب لكيكة لا إلا جاو صحابه غادي يلقوا هسالة طيب لكيكة غايل قودك لكيكة طابت اذا عندي هنا يا future perfect فين استعملته استعملته في الحادث اللولاني اللي سبق لي الحادث الثاني وبجوجهم كيف ما قلت في المستقبل ولا رضيت لبال الحادث الاول كيف ما قلنا هو الذي يكون في future perfect والحادث الثاني كالقاه في present simple إذا غادي نعود نقرأ الجملة john will have baked a cake before his friends arrive جون غادي يكون طيب واحد الكيكة قبل ما غا يكونوا صحابه جاو او لا قبل ما غا يجي وصحابه وبنسبة al future perfect ديما كنلقى فيه تعابير على الوقت بحلكة before علش هاد before كتأكد لي ان هاد الحادث راه ترى قبال من هاد الحادث نشوف الجملة الثانية i will have finished my english homework by the time my mother arrive نفس الحاجة عندي شوش ديال الاحدث واحد سابق الاخر نترجمو هاد الجملة باش نفهموها اكتر i will have finished my english homework غادي نكون ساليت تمارين ديالي ديال اللونغلي by the time my mother arise يعني by the time بحلول هاد الوقت يعني في لقيت اللي غادي نكون ساليت تمارين ديال اللغة الانجليزية اذا كيف ما قلت هنا عندي جوج ديال الاحداث الحادث الاول هو هدا يعني انا يا ماشي حتى غادي تجي الوالدة عاد انا غادي نبدأ تمارين لا انا غادي نكون ساليت هم صافي وماشي عادي تاني حتى غادي تجي الوالدة عاد غادي نكون غادي نكون قد تمارين لا غادي نكون انا ساليت يعني an action that will have been completed هاد completed راه مهمة غادي نكون ساليت يعني ما كيناش مازل غادي نكون ساليت ما كنديرش انا التمارين ديالي by the time my mother arise بحلول الوقت اللي غادي جيفي الوالدة ديالي وكيف ما شفتو الحادث التاني يكون ديما في ال present simple وهناي ال time expression اللي عندي ولا التعبير عن الوقت هو by the time بحلول الوقت اذا كان لقى بزا في هاتج جيل التعبير before قبله by the time بحلول الوقت الجملة الثالثة by the end of this weekend I will have revised my lessons قالك تاني بحلول هاد نهاية الاسبوع غادي نكون راجعت كل شي الدروس ديالي كيف ما قلت بنيس بال future perfect يا كتكون before يعني كتكون هاد الحادث كي يكون سالة before another action أو لا specific time أو لا وقت محدد هاد جو الجمال الفقانيين كانوا عندي أحدث يعني حادث سالة قبل حادث حادث الأول حادث الثاني هنا نفس الحاجة الحادث الأول حادث الثاني هنا عندي الوقت يعني الويكيند الويكيند واحد الوقت يعني بحلول نهاية بحلول هاد نهاية الأسبوع اللي جاية يعني نهاية الأسبوع إذا لجت هاد الويكيند غادي نكون أنا راجعت كل شيء الدروس ديالي في ناول حادث اللي واقع اللولاني هو هذا طراليا قبل هاد الوقت جملة الأخيرة by the time her husband arrives home she will have prepared dinner قاليك هنا بحلول الوقت اللي غادي يجي راجلها الضر غادي تكون هي قدت العشاء يعني في ناول حادث اللي سابق لي هو هذا أنها غا تكون قدت العشاء هو اللي كي يكون في الفيوتر برافكت والحادث الثاني اللي غادي يجي من مورة هادك الحادث الأول هو هذا غادي يكون راجلها جلت ضر يعني هي فرغادي يجي راجلها الضر هي رسالة العشاء قدته نمشي دابا نشوف القاعدة عندي هنا القاعدة تقول إياه subject هو اللي قام بالفعل أنا أنت أنت اللي قام بالفعل will have بالنسبة لهذه ما كنت تبدلش لياه كنت تبقى ثابتة في جميع الجمل will have سواء عندي subject أنا أنت I will have he will have she will have يعني will have ما كنت تبدلش زائد المين فربي يعني الفعل رائثي ندرو في past participle بالنسبة لل past participle غادي نخلي لائحة غا نخلي في صندوق الوصف واحد لائحة بجميع الأفعال المصرفة في past participle كيف ما قلت طرقنا في دروس سابقة يعني الأفعال تيكون ثلاثة كيكون الشكل العادي للأفعال والفعل في الماضي والفعل في past participle والأنواع دي الأفعال كينين جوج كين regular verbs اللي كنزيد ليهم فقط ed وكينين irregular verbs هما اللي كيتغيروا أنا خلي لكم إن شاء الله لائحة ديال irregular verbs في صندوق الوصف الأفعال مصرفة في past participle قاعدة جلتي كتكون على الشكل التالي subject will have past participle يعني في هاد الوقت يعني بحل يوم صيما نجاية غادي نكون أنا ساليت هاد الكتب نشوفوا القاعدة كي تطبقت عندي هنا يا subject هو I أنا will have قلت ما كتبت لش finished هو الverb finish في past participle I will have finished this book by this time next week يعني في هاد الوقت صيما نجاية غادي نكون أنا ساليت هاد الكتب she will have cooked dinner before he arrives she subject will have تابيتة ما كتبت لش cooked هو الverb cook في past participle كيولي cooked she will have cooked dinner before he arrives غادي تكون طيبة لاشا قبل هو ما يجي أنا will have gone to the coffee shop before she comes here أنا subject will have ما كتبت لش gone غادي وهو الverb go في past participle أنا will have gone to the coffee shop before she comes here أنا غاكون مشات المقهى قبل ما تجي الهنا نمشي دابل negative او لصيغة النفي عندي صيغة النفي كان شده دي كنط كان احطها ما بين will وما بين have القاعدة كتولي على الشكل الآتي subject اللي قام بالفعل زائد will not have زائد البحث بالنسبة لهاد will not كان عندها إلا بغيت نديرها في صيغة يعني الاختصار أو contracted form كتولي ليا won't يعني كتولي بحلقة will not have won't have subject زائد won't have زائد past participle نشوفو امتلا by this time tomorrow i won't have finished my work yet نشوفو امتلا by this time tomorrow i won't have finished my work yet i subject won't have هي هدي درتها في صيغة المختصرة will not have هي نتادي won't have زائد finished هو الverb finish في past participle شي واحد كيسولك قاليك واش هاد الخدمة غتساليها غدا او لواش غتسالي خدمتك غدا غدي تقولي هاد لقيتة غدا او لو بحال هاد لقيتة غدا ما زال ما غدي نكون سالي تخدمتي the rain will not have stopped by tomorrow عندي هنا the rain المطر هو subject will not have هنا ما درتهاش في contracted form درتها نتاديا ما درتهاش في صيغة الاختصار إلا بغيتها في صيغة الاختصار غادي نقول the rain won't have stopped إذن هنا عندي will not have كين عندي هنا يا كانت بقية تابيطة stopped هو الverb stop في البحاست participle قاليك شتا او للمطار ما غديش يكون اوقف غدا يعني غدا غتكون شتا ما زال كطيح نشيدة بلصي غتسؤال او لكوستن فورم بنسبة بلصي غتسؤال ما كان بقاش نسبق بسبجيكت كان نسبق بwill يعني سبجيكت مع will اني هما بحلاكة هنا في القايدة سبجيكت كانوا لي كان قلب لهم البلاسة كانت تقول لي عندي قايدة على الشكل الآتي will زائد سبجيكت زائد have زائد past participle نشوف امتين will the guests have gathered by the time we arrive will ها هي the guests هما subject have هو have gathered هو الverb gather في past participle will the guests have gathered by the time we arrive واش غدي يكونوا الضيافين او لالضياف تجمعوا بحلول الوقيطة اللي غدي احنا نجو فيها زائد مكين واش اللي احنا جينا غيكونوا الضيافين تجمعوا will he have finished his work by five o'clock will he subject have هيا finished واش غدي يكون سالة الخدمة ديالتو في الخمسة ديال في الخمسة زماني اللي اجد الخمسة واش غدي يكون هو سالة نمشي دابل التمرين قليك هنا في التمرين put the verbs between brackets in the future perfect قليك ضاع الافعال بين قوسين في المستقبل التام نبدو بالجملة الاولى i هو subject leave by six عندي هاد الجملة ما فيها لا نفي ما فيها لا استفام يعني جملة عادية نمشي القاعدة جي لجملة العادية اي كندير حدها يعني subject زائد will have ما كتبتلش will have زائد الفرب في البحاست participle وهنا عطاولية leave في البحاست participle هو left i will have left by six غادي نكون خرج في 6 يعني اللي اصل توقيت 6 غنكون أنا خرج you finish the report by the deadline هنا اول حاجة عطاولية سؤال وعطاولية subject هو you وعطاولية الverb finish اش كان عرفنا على السؤال كنسبق هو اللول باش كنسبق هو اللول بwill عاكن تبالية subject اذا عندي هنا will subject هو you عاد كندير have will you have finish finish بيتندير ها في past participle غات وغات 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 will you have finished the report by the deadline واش غادي تكون سالية التقرير بحلول نهاية الموعد يعني الوقت اللي عطاولك when we do everything عندي تاني هنا سؤال وعطاولي هنا هذه when here we subject do is verb do will will when will subject we have have do do in the past participle is done when will we have done everything إمتا غادي نكونوا سرينا أقول شيء أو لا درنا أقول شيء؟ إمتا غادي نكونوا درنا أقول شيء؟ When will we have done everything؟ She finished her exams by then so we can go out for dinner. هنا هي عندي she هو السبجيكت. Finish هو الverb. إذن هنا عندي جملة عادية. ما فيها لسؤال أولو. إذن غادي نقول she will have. ما كتبتلش. She will have. Finish كندور في past participle. She will have finished her exams by then so we can go out for dinner. أقول لك غادي تكون سالة لإمتحان ديالها في ديك لوقيتة باش يمكن لنا نخرجوا انتشوا على برة. You read the book before the next class. هنا تاني جملة عادية ما فيها لنا فيه لأولو. عندي هنا يا سبجيكت هو you. Read هو الverb. إشنو كندير؟ ديماً سبجيكت زائد will have. You will have. read إلا درته في past participle كيكون read. يعني كتبقى الكتبها نفسها. هنا كي نطقه. ولي كي تبدل. You will have read the book before the next class. غادي تكون ساليتي القرية دي لهاد الكتاب. أولاً غادي تكون قريتي هد الكتاب قبل من الحصة الجاية. she not finish work by seven. عندي هنا يا not finish. يعني كين عندي النفي. إذا كان عارفنا على النفي. not كان حطاً ديماً بين will وبين have. إذا شنو غادي ندير. she will not have. finish هو الverb غادي ندير في البحث. participle غايكون finished. she will not have finished work by seven. ما غادي تكونش. ما غاديش تكون سالة الخدمة في سبع. she will not have finished work by seven. they arrive by dinner time. عندي تاني هنا جملة عادية. شكنا عارفنا على الجملة العادية. they will have. will have. arrive. إلا درتو في البحث. participle كي يقولي arrived. they will have arrived by dinner time. غايكونوا جاو في لقيتة ديالت العشاء. الجملة الأخرى عندي هنا سيغة السؤال. عطاولي هي هي هو subject. عطاولي هي get هو الverb. عشنو كان عارفة لسيغة السؤال. كان سبك ديماً بأش. كان سبك ديماً بwill. will she have. get هو الverb. في البحث. participle كي يقولي gotten. get got gotten. gotten. will she have gotten home by lunchtime. واش غادي تكون جاة للدار بحلول وقت الغداء. we not eat before we come so will be hungry. هنا عندي سيغة النفي. إذن شو كنا عرف على سيغة النفي. not كنزيلها بين will وما بين have. we will not. أولا نقدر ندير سيغة الإختصار. يعني بي نقول won't. we won't have. eat في البحث. participle هو eaten. we won't have eaten. before we come so will be hungry. ما غاديش نكونوا كلينة قبل ما نجي. وإذن غادي نكون غادي يكون فينا الجوة. كيف ما كنت شوفوا التطبيق ديال القاعدة رأس سهل جداً. يعني خسنا نحفظ will have. خسنا نعرف past participle ديال هاد. الverbs أو ديال الverbs اللي كي تعطوه ليا فقط. بالنسبة الزمن هو سهل جداً. يلاقع ما قالوش لي يا نفس سؤال. future perfect. وقالوا لي يضع الزمن المناسب. ديماً هو واحد الزمن اللي كيكون سهلة. يعني كالقديما هاد by the deadline أو لا before وكالقديما هو في مستقبل. كان هادا نهاية الضرط ديال لنتم منها تكونوا فهمتوه. اللي عندو شي سؤال أو لا شي استفسار أو لا شي ملاحظة. ما تنسو تخلوها لي في التعليق. كيف ما القاعدة ما تنسوش تديرو جامل الفيديو اللي عجبكم. وتشتركوا في القناة. وما تنسو تبرتجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. اللي كتشوفوا أنهم محتاجين لقواعد اللغة الإنجليزية أو للغة الإنجليزية عامة. بالنسبة للس ديال الـ verbs الـ past participle غادي نخليها في صندوق الوصف. وكذلك غنخلي دروس أخرى ديال القواعد ديال تانية باكالوريا في صندوق الوصف. تنتلقوا في حصة جاية إن شاء الله في درس جديد بالتوفيق للجميع.